بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم المادة اللغة العربية للصف السادس الأساسي الوحدة بعنوان الشباب قادة المستقبل ودرسنا هو حل أسئلة الفهم والاستيعاب دعنا بداية نتذكر أهم ما جاء في رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للشباب طبعا جلالة الملك عبد الله الثاني ركز على أمور عدة نذكر أهمها أنتم يا شبابنا الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص فأنتم تداء القطاع الأوسع في المجتمع وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية طبعا أيضا ركز على الجامعات كونها منارات للعلم وركز على قطاع الإعلام وركز أيضا على التحدث عن الجيش باعتباره العنصر الأساسي في حماية الوطن وسياج الوطن المنية كاعتباره سياجا للوطن المنية طالبا بأن تكون الصحافة عين الأردنيين على الحقيقة طالبا من الجامعات أن تكون منارات للعلم ثم شد على أيدي الشباب وقال سيروا ونحن وكل الأردنيين من خلفكم يعضدونكم ويشدون من أزركم الهدف كان أو المطلب الرئيسي كان النهوض بالمجتمع أو النهوض بالمملكة الأردنية الهاشمية بسواعد الشباب هذا كان أو هذا كان أهم مقتطفات رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب طيب نبدأ الآن بحل أسئلة الاستيعاب أو الفهم والاستيعاب والسؤال الأول وضح التحديات التي يواجهها الشباب بالتأكيد من التحديات التي يواجهونها أنهم القطاع الأوسع في المجتمع فمسؤوليتهم كبيرة وأنهم من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم ولذلك سيحملون نتائج التنمية أو العملية التنموية نأتي إلى السؤال الثاني بين الأمور التي يريدها جلالة الملك من شباب الأردن التأكيد بأن يكونوا على قدر المسؤولية وجديرين بحملها لبناء مستقبل الأردن الظاهر ننتقل الآن إلى السؤال الثالث من أسئلة الفهم والاستيعاب وهو لماذا يستودع جلالة الملك للشباب مستقبل الأردن ما السبب الذي يجعل جلالة الملك يثق ثقة شديدة في الشباب حتى أنه يودعهم أمانة حمل النهوض بمستقبل الأردن؟ أحسنتم لأن مستقبل الأردن أمانة في أعناقهم ولأنهم غد الوطن وآفاقه الرحبة وهم قادة المستقبل السؤال الرابع ما الآمال التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام؟ أحسنتم أن يكونوا في الجامعات منارات علم وأن تكون الجامعات منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الإنغلاق أيضا من ناحية الإعلام أن يجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما ننتقل الآن إلى السؤال الخامس من أسئلة الفهم والاستيعاب ما المسئولية التي يشير إليها جلالته في الفقرة الأخيرة؟ أحسنتم مسئولية بناء مستقبل مشرق للوطن والحرص على تطوره والنهوض به طيب ننتقل الآن إلى الاستخراج من النص بعد أن تمعنا الدرس بشكل جيد وتأملناه وقرأناه بعين متأملة وقراءة واعية مطلوب منك عزيز الطالب أن تستخرج من هذا الدرس ما يلي أولا أسلوب نداء كلنا يعلم معنا كلمة أسلوب نداء أي يبدأ بأدعة النداء ثم المنادة أو الإسم المنادة فعل مضارع الفعل المضارع كلنا يعلم معنى كلمة أو معنى الفعل المضارع فعل أمر اتصلت به واو الجماعة اتصلت به واو الجماعة بمعنى الواو التي مثلا كأن أقول افعلوا، ادرسوا، اجلسوا وهكذا جمع مؤنث سالم معروف جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي ينتهي بألف وتاء جمع مذكر سالم أيضا معروف والجمع الذي ينتهي بوا ونون أو ياء ونون فعلا من الأفعال الخمسة هل تذكر الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع انتهى بيا ونون أو وا ونون كأن أقول مثلا يفعلون، يكسبون، يجلسون وهكذا اسم موصول وبين نوعه كلنا يتذكر الاسم الموصول الذي، التي، اللذاني، واللتاني، اللواتي، والذين مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه المضاف والمضاف إليه كما تعلمنا سابقا هو الاسم النكرة وأضيف له اسم معرفة كان أقول منارات العلم مثلا أو منارات علم كان أقول مثلا باب الصف نافذة الغرفة مثلا هذا فيما يتعلق بالاستخراج من النص إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في درس جديد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر